يهلي بكل حضراتكم في آخر فقرة حوارية في حلقتنا النهاردة من عشر الصبح في الأهلي الحقيقة في ناس كتير من أصحاب الوزن الثقيل إنجاز التعبير الناس اللي بتعاني من السمنة وتحديدا السمنة المفرطة جزء كبير منهم بيقول إن مشكلته الأساسية والكبيرة في علاقته بشهيته وفي عدم قدرته على السيطرة على الشهية فحنتكلم في الفقرة دي عن الشهية كيفية السيطرة على الشهية وبالتالي فقدان الوزن ولكن بما لا يخل به قدرة الجسم على القيام بكل المهام اللي هو المفروض يقوم بيها فكرة إن النشاط يتأثر دي فكرة ممكن تخلي واحد يتردد في إنه يمشي في مشوار أو في تراك البحث عن فقدان الوزن عايزين نعرف بقى إزاي نقدر نسيطر ونتحكم في شهيتنا ونفقد على قطر ذلك الوزن بشكل مثالي مع دكتور عليهم الحياوي استشاري التغذية العلاجية اللي دايماً بناسعد بوجودها معنا في البرنامج يا صباح الفل عليك يا دكتور صباح الدور الجمال ألى اللي سعيدة طبعاً الحمد لله بخير أكيد بتتعرضي كتير للتعليق ده فكرة إن أنا عندي مشكلة مع الشهية أنا بحب الأكل وفي ناس بطبيعة الحال بتميل أكتر للأكلات الأكتر ده سامو اللي بينتج عنها وزن الزيت فإزاي نتعامل مع الشهيتنا طيب ده موضوع مهم جداً جداً يا كريم لأن للأسف بقيت دي مشكلة العامة اللي عند ثلاث تربع الناس إحنا عايزين نخس إحنا نفسنا نغير من شكلنا من أسلوب حياتنا خصوصاً دايماً تعارف دلوقتي السوشيال ميديا والحاجات دي كلها خلت دايماً عنيك شايفة كل حاجة حلوة البنات كلها أمامير ورفيعة ورجالة بتروح الجيم ويطلع فلاتر في الناس بالزبط كده فإحنا عايزين بقى نعمل ده لنفسنا إحنا لإرضاقنا مش بس كده مش بس الموضوع شكلاً بس يا كريم بقى الموضوع المرتبط بشغلك إن أنت تبقى شخص بريزانتبل إن أنت تقدر تتحرك مع ولادك في نوادي عندك صحة فمرتبط بحاجات كتير جداً لا أصد الشكل كمان بيسمع قوي في الثقة بالنفس بالزبط كده بالزبط في حياتك بقى الشخصية في شغلك مع زوجتك مع زوجك مع ولادك عايز أقولك أنا بيجي لفريق شركة بايو ناترلز والذي هنتكلم بلوقتي عن كورس بيستا بتفاصيله بس بيجينا دايماً من ضمن الشكاوى جداً يعني سيدة أم مددقة جداً بتقولهم وفعلاً بيجينا ناس بتعايض بجد لأن الموضوع بيكون نفسياً يا كريم أنا ولادي بيقولولي يا مامي أنت في المدرسة الأمهات مثلاً شكلهم كويس وجسمهم كويس وإنتي مش عارفة تتحركي معانا للأسف في أم ولادها بيقولولها كده وبيقصوا غيرين يعني بيكلموا بسجليتهم جداً فالحل بقى لأن احنا يعني شركة بايو ناترلز بتقدمه النهاردة لحل مشكلة احنا دورنا احنا اللياتي عندنا مشكلة وعامة تقريباً نقول عليها مشكلة عامة والناس خدت كل أنواع الدايت من عنات ومن بكاترة وعملوا كل المحاولات الكتير التراكات زي ما انت قلت التراكات المختلفة اللي قدت للفشل فشركة بايو ناترلز قررت ان هي هتعمل كورس متكامل ما فيهوش حاجة نقصة علشان تسد الشهية بتاعتنا بطريقة طبيعية جداً وآمنة ازاي طيب هنسد الشهية ازاي هتشتغل يعني مخينا يا دكتور لا خالص شركة بايو ناترلز كل المنتجات آمنة وآلياف طبيعية طيب عبارة عن ايه اول منتج في الكورس اللي بتقدمه شركة بايو ناترلز هو بيستا بيستا هي اكياسيا كريم ساشتس بتتدوي في كوباية مية ناخدها قبل اي وجبة بنصف ساعة يعني مرتين تلاتة في اليوم على حسب كم اكل وممكن لو انا شخص ما باتع الشاش بطبيعة الحال ودي حاجة كويسة جداً جداً اخدوا كمان قبل النوم في كوباية لبن او عصير بورتقان فراش يسد بطني ويخليني الصبح ادخل التويلت وهضمي لانه بينضف الامعاء جداً جداً فالشكوى برضو المرتبطة عند تلات تربع الناس المتعودة تعمل انظمة دايت الامساك المزمن شركة بايو ناترز حلتها بجودة عالية من الالياف سواء الشفان ردة الامح كشور السيليم كلها الياف طبيعية بجودة عالية جداً فمش بس ملت بطننا قبل كل وجبة انت بس حسيت ان انت مش محروم مش ماشي على ورق الدايت بتاكل الاكل المتوفر عندك في بيتك ما عندكش مشكلة خارج برة طول اليوم زينا في شغل طول الوقت فما عندكش رفاهية ان انا انا اقعد اكل اكل بيتي في الثلاث وجبات فبالتالي هتاخد الساشت معاك في شنطتك في عربيتك على كباية مية قبل اي اكل هتاكل نص الكمية او ربعة فبالتالي الشهية اللي انت بتشتكي منها اتقفلت طب ده بالنسبة للكمية طب بالنسبة للنوعية ما عنديش مشكلة تخيل بقى يعني انا دلوقتي زي ما بقولك الشكوى العامة ايه ورقة الدايت بتفشل مع ثلاث تربع الناس الضغطات ويومنا يا دكتورة بنجري في الشوارع من تمرين لشغل الناس بتجري حرفيا يعني خلينا نتكلم ده اسلوب حياة عام دلوقتي احنا اوجدنا الحل او شركة بايو ناترولز اوجدت الحل اللي هو ايه هنقفل شهية حضرتك بس بطريقة امنة بمنتج مرخص من وزارة الصحة ودي نقطة مهمة جدا جدا لان طبعا انت عارف ان في حاجات كتير مش بهذه الجودة فاللي احنا عملناه ان احنا ملينا معدتنا بقالياف زي البالون جوتي معدتك بقى المساحة اللي فيها قلت جدا كان عندك مساحة جبيرة حيز اللي هيستقبل الاكل بالزبط كده الربع مثلا الربع مثلا بالزبط فانت لو معمول قدامك اي نوع اكل وكلت الربع حتى لو معمول بطريقة طبخ او طهي عادية تقليدية جدا هنخس يعني هنخس فاحنا ما عندناش قلق انت بقى شخص كويس وملتزم وعندك فكر وعي وادراك ان انا لا والله انا كمان هزبط نوعيات اكلي واببخ الاكل بطريقة صحية اكتر طبعا ده احنا وفريق بايو ناترلز اللي هيقدم لك المتابعة الاسبوعية مجانية هيبقى شايلك على راسه يعني ايه وكده او كده اه لان انت بتعمل بقى حاجة اضافية لصحتك طب الواحد لما بينزل في الوزن مش الوزن اللي بينزل ده بينزل مع معادن وحاجات برضو جسم ما هو ده بقى الرد على بقية كورس اللي بتقدمه الشركة بايو ناترلز اللي هو بيستا احنا قلنا اول ايتم او اول عنصر هو الاكياس الملئة بيستا تاني عنصر المالتي فيتامين اه ده اللي هيعود ده بقى اللي هيعود وحنا لقينا الشركة لقيت ان الناس بتخس بس الشكوى الاقصر شيوعا الناس بتقولك شكلك تعبان انت ملك كبيرت في السن كده شعري بتسقط يا دكتورة دوافري بتكسر انا اخذ سيب بس مش مبسوطة بالنتيجة النهائية طيب حلوا المشكلة دي بنخلوا الكورس المتكامل في قرس واحد يوميا فقط لغير من غير اعباء كمية ادوية محطوطة جنبنا في الدولاب الادوية لا هو قرس واحد هناخده في اليوم هيحل كل المشاكل المترتبة على الخصية اللي احنا بنضمنها ببيستا ببيستا هتخس من 8 ل 12 كيلو سوري شهريا وده طبعا رقم كبير جدا لو ما خستهوش بطريقة امنة يا كريم المضاعفات اللي هتقابلها كاي شخص عادي هتكون كتير فاحنا انت خسيب بطريقة امنة مفيش مضاعفات اصلا بلاس اننا اديتك الفيتامينز اللي بيمد جسمك باحتياجاته اللي هي مش رفاهية يا جماعة الفيتامينز دي مش حاجة رفاهية بندلع بيها نفسنا لا دي مش دلع ده حاجة لازم ناخدها لان احنا مش ضمنين ان اكل حضرتك او حضرتك في العناصر الكافية يعني او اللي انت بتحبه حتى لو بتاكل الحاجات المفيدة ممكن انت بتحبش حاجات هي ضرورية الجسمك مش بتدخلها جسمك فالمالتي فيتامين ضروري طيب ايه العنصر التالت بقى في الكورس المتكامل اللي احنا بنقدمه مستخلص القهوة الخضرة اللي هو طبعا دوره اكيد بنسمع عنه سحر في تعالية معدل الحاج اللي هو بقى اقصر شيوعا ان احنا يا دكتور انا كنت بعمل الدايت ورقة الدايت بتاع الزمان دي كنت بمسكها امشي عليها اخص على طول في الاسبوع 3 كيلو كنت مجرد ما بمشي شوية في التراك في نادي او في اي حاجة كنت بلاقي نتيجة وبخص بسرعة الناس لأ وما بخصوش يعيني بسرعة ليه علشان هم حرقوهم ده في قوي نتيجة اليو يو دايت كل شوية اخد ورقة من صاحبتي اجرب منتج غير مضمون غير مرخص فيه بقى معرفش ايه المنتجات الموجودة فيه فبالتالي الصايد افكس او النتائج اللي ترتبت كلها سيئة فانه لما بمشي بقى في دايت صحية بقى مش كومبو الاكل الجانك فود لا كومبو فعلا الياف هتخليك تاكل قليل مش بس تاكل قليل عايز اقول معلومة مهمة جدا ان فيه عنصرين اتنين عنصر موجودين في بيستا جوه السعشة ده هو فيتامين سي بتركيز عالي وكروميوم طب دول دورهم ايه دورهم بمنتهى البساطة الكروميوم ده بيقل الامتصاص النشويات من الوجب يعني انتنسى بتقول لي هنأكل اكل عايز يا دكتور مش هنمشي على دايت تمام انا كمان خليت المنتج لما انت خدته اللي خلاك تاكل قليل ما امتصش كل النشويات اللي انت كلتها يعني انت اللي بتاكل طبق في رز كنت بتاكل طبق كبير بتاكل نصه او ربع جسمك مش هيمتص حتى الربع كاملا قلل من كمية الامتصاص وده نتيجة الكروميوم زود طب مش بتاكل الجسم او يعرق الفكرة الاستفادة من لا واشتغل عن النشويات فقط يا كريم احنا دلوقتي حددنا انه ده دوره تأثيره عن النشويات مش على جميع عناصر الجسم ده بالعكس ده كده عايز الطلب ده عايز الطلب ده كمان عايز اقولك بقى معلومة تانية مهمة جدا يعني ليها علاقة بللي انت بتقول لي انت مش ممكن يعمل يا دكتورة كده الالياف يا جماعة الالياف اللي انت بتاكلوها في بيتكو مش بس موجودة في المنتج انا اللي بموجودة في المنتج دي هي اولا مركزة جودة عالية جدا فدورها غير الالياف اللي بتاكلوها في بيتكو من الشوفان والردة العادية تمام الالياف في العموم انت بتسمعوا اكيد ان هي بتحسن امتصاص الحاجات اللي انت بتقولها ممكن تنقص فانا بديك جرعة مركزة من الياف عالية الجودة بتنزل في امعائك فتعلي جدا امتصاص المعادن والفيتامينات اللي انت سواء بتاخدها من الواجبة بتاعتك العادية او بتاخدها من الفيتامين قلب مالتي فيت اللي احنا بنقدمه مع الكورس فانت خدت جرعة محترمة من الفوائد وديتك الياف عالة الامتصاص فما تخافش ابدا من فكرة ان انا مش همتص الفائدة طيب احنا بنقول ان المتوسط بيبقى من 8 ل 12 كيلو بيفخدهم الوارير ومعند بعض الرجال الحمد لله بيجينا 15 و 16 كيلو عشان الكتلة العضلية عندكم ما شاء الله يا كريم انتم محظوظين بتعلي الحرب حلو نفترض ان فيه شخص ما عايز ينزل في الوزن مثلا مثلا 40 كيلو وفضل ماشي على الكورس لمدة 3-4 شهور وفعلا نزل الى 40 كيلو حلو وبقى تمام ومرضي وزي الفور طيب يكمل بقى مع تقليل الجرعات ولا يوقف خالص ده سؤال بقى في قمة قمة الاهمية ودي الدعوة اللي انا بقولها لأي حد بيتفرج علينا يا جماعة شرك بايو ناترلز قدمت لكم حاجة استغلوها بجد انها فعلا حاجة ممتازة يا كريم المتابعة الاسبوعية المجانية مجانية يعني مدام ما تنزل من بيتك تركب عربيتك وتروح تدفع كشف الدكتور واتتابع معاه انت قاعد في بيتك بمكالمة تليفون اونلاين هتقدر تتابع كل حاجة وتسيطر على اي حاجة واي استفسار اي مشكلة نسيطر عليها طيب الفريق هيعمل ايه كريم في المتابعة الاسبوعية المجانية انت خسيت زي ما انت بتقول انا عندي هدف اخصة 40 كيلو خسيته معنا في شهرين 3 على حسب مدى الاكتهاد المريض معنا طيب وهقول مريض لان السنة للأسف مرض وبتؤدي الى امراض اكبر مزمنة فانا هقول مريض مش هقول اي حاجة تانية طيب الشخص اللي بيتابع معنا اسبوعين لما بيوصل للوزن اللي هو كان هدفه معنا في اول مكالمة انا عايز اخصة 40 كيلو ما بينسبهوش الفريق شركة بايو ناترز اللي طبعا ارقامه ظهرة قدامنا على الشاشة وصفحتنا بايو بيستا اللي تقدروا تتواصله معهم وتعرفوا كل التفاصيل بيعمل ايه بقى بيفضل متابع معاك بعد ما تفقد الوزن اللي انت عايزه وتوصل لحلمك او هدفك في مرحلة التسبيت التسبيت دي بقى بنعمل فيها ايه بننشي على الكورس بس بجرعات اقل كتير بنزبط مع بعض اسلوب الحياة واحدة واحدة بحيث نخرج لبر الامان فرنج ست شهول لسنة بتكون الوزن اللي انت خصيته اللي اربعين ضفنا عليهم خمسة ستة كيلو كمان زيادة عن اللي انت عايزهم وفي مرحلة التسابات بقى انت مش قلقان بتخرج عادي جدا تاكل زي ما انت عايز عادي جدا بس جسمك خلاص اتعود على الرقم ده والوزن ده فاحنا مش قلقانين خلاص نتطمن بس المتابعة المجانية جماعة للشركة الحمد لله بتقدمها لكم استغلوها بعد ما نمشي على كورس ثبتوا عليها مش بس كده فيتامين دي سري على الكورس اللي احنا قلنا عليه كريم فيستا المالتي فيت مستخلص القهوة الخضرة متابعة مجانية في فيتامين دي سري هدية برضو من الشركة وده مش حاجة كده برضو رفاهية خالص فيتامين دي يا جماعة للأسف نقص عند 3-4 مصريين 3-4 مصريين طب ايه المشكلة يا دكتور نقص عند 3-4 مصريين حرققوا اللي انتو بتشتكوا انه نازل وبقاش زي زمان نتيجة نقص الفيتامين ده حالة التعب والإعياء والوهن والكسل ومنقدرش نقوم من عالكنبة شابة تبقى صغيرة يا عشرينات يا كريم مش قد تنزل مع صاحباتها انا جسمي مكسر لما الشابة زيه بتشتكين الجسم ما مكسر يبقى يعني الكبار يقولوا ايه بقى صحيح فلازم ناخد بالنا ان فيتامين دي مشكلة أساسية وحيوية مشكلة عدم فقدان الوزن اللي انتو بتعانوا منها فشركة بايو ناترلز يعني احنا بنتشكر لهم لانهم عملوا المنظومة اللي انتو وانتو قاعدين مش فاهمين بتدوره وانا ليه بطلت خس وانا ليه بقى شعري كده انا ليه بقى شكلي كده ليه بقى جلدي حصل فيه تهدل هم حلوا المشكلة عارفينها هي ايه وقدموهالكو في صورة كورس متكامل مرخص من وزارة الصحة بيخليكو تخصه سريعا بطريقة امنة من 8 ل 12 كيلو وطبعا اي حد بيقى السريعا يا كريم من فكرة عدم خسارة الوزن بصورة سريعة فبرضو فكرة انت تفقد وزن رقم كبير في فترة قليلة طبعا بتخلي الانسان يكمل وعنده اتقن ويكمل المشوار لكن هل لزي ما فيه خسارة سريعة مقربة فيه اكتساب سريع للوزن بعدها لا ليه بقى لان انت بتبطيك تكون تعود على اسلوب حياة يعني انت دلوقتي تعود ان انت مثلا كنت الاول بتاكل طبق كبير مع فيستا والكورس وانت بقى بتاكل كيميات قليلة خاص بقى تعرف نفسك بقى بتروح تطلب بعد ما كنت تاكل ساندويتش كبير بقى تاكل ساندويتش صغير هو انا لما باخد فيستا كده كده انت احنا متفقين على ان تقريبا 3 تربع المساحة بتاعت المعدة بتكون خراص مقفولة بالزبط كده تمام مش متاحة يعني فهو الحيز الصغير ده هو اللي بيكون متاح بالزبط كده طيب لما منوقف بعد كده فيستا هل المعدة بترجع لحجمها الطبيعي وبالتالي الشهية بترجع كما كانت ولا برضو لأ لا انا هرد بقى عليك حاجة عشان بقى ايه بقى ارد اجابة فعلا مفيدة للمشاهدين بتوعنا دلوقتي هو انا ليه بقى اقول نسبت يا كريم علشان انت لما بطنك بتقعد فترة طويلة من الزمن اللي هي فرينج من 6 شهول لسنة بعد الوزن اللي انت وصلت له مع فريق بايو ناترولز من اخصائيين التغذية خلاص وصلت لل40 كيلو زي المثال اللي انت ضربته من شوية خستهم لما بتقعد بعديهم مش معتمد على بيستاب كم كبير يعني تاخد ساشت او كيس واحد يوميا مع الفايتامين مع مستخلص القهوة الخضرة مع فيتامين دي سري انت اولا زبطت بيئة جسمك اللي كان ناقص وبايز ومؤثر على حرقك تزبط يعني احنا قرية دي كان عندك نواقص احنا حلنا هالك وانت ماشي عالكورس مش واخد بالك ان احنا مش مجرد قللنا حجم بطنك احنا الدناك الفايتامين اللي كانواقف عرقلة في طريق الحرق فيتامين دي الدناك الفايتامين اللي بتزبط حرق الدهون في جسمك يعني انا قلت لك ان بيستا في فيتامين سي طيب فيتامين سي ده هيعمل ايه يعني في العادي يا كريم هيخلخل الدهون من الخلايا مش بس كده انت تعودت ان انت اصلا اسلوب حياتك بقى لك 6 شهور او سنة يا كريم تخيل انتك يا كريم او انا كريم بقى لي 6 شهور او سنة معتادة على كميات واسلوب حياة معينة ما هي بطني اصلا بتقفل زي ما بطننا بتوسع بطننا بتقفل كميات اكلنا بنتأقلم ان احنا بقتأكلتنا ضعيفة بس هيكت الاول بتقفل مش بقرطي بتقفل نتيجة الالياف اللي بتمفش في المعدة واللي احنا بنتكلم عليها لان ما بطل بقى ااخد الالياف دي لا ما هتسبت معنا انا لسا بقولك ايه انا ليه عامل اقولكو رجاءا يا جماعة رجاءا عشان لما تاخدوا خطوة تجاه نفسك وتحفظوا عليها ما تستقلوش بمرحلة التسبيت لو انت سبت وبيستا منتاش معتمد عليه اعتماد كلي بكمية بسيطة جدا كيس واحد يوميا ممكن بعد كده مناش بناخده في مرحلة التسبيت طبعا اللي بتكلم عليها نيجي بعد 6 شهور سنة لا انا خلاص بقيت بقى معتاد من غير تأثير خارجي ان دي كميات اكلي ودي قدرتي على الاكل وفيتاميناتي تزبطت فانا خلاص قراتي بقى ده اسلوب حياتي وانا خصستك في التسبيت زيادة عن الهدف بتاعنا يعني متوسط 5 كيلو فبقيت في ايه عندك دايرة امنة يعني انا سافرت بقى مصيف جيش شتا زدت 2-3 كيلو بقدر ارجعهم تاني على طول لكن ما زدش 10 او 15 كيلو تاني من ال40 كيلو اللي انا خصيتهم ساعات ناس بتنزل في الوزن وبدرجة كبيرة دكتور ريهام ولكن بتبقى مشكلتها في الدهون الموضعية اللي في اماكن معينة اللي هي اشهرهم الكرش طبعا طبعا ورجالة وستات على فكرة وطبعا الستات بتستق اكتر بكتير من الرجال طبعا عشان ما انتقلت البطن السفلية عند السيدات طبعا مؤرقة الحكاية دي برضو ايه حلها؟ حلها بمضاعة البساطة حاجتين احنا دلوقتي انا يسا بقول ان الكورس بيستا من شركة بايو ناترلز مكون من 3 عناصر زي ما احنا قلنا الساشتس الالياف المالئة مستخلص الاهوة الخضرة اللي بيعالي جدا معادل الحر قلب مالتي فيت وفايتامين دي سري اللي هو هدية اللي انا بقول دوره مهم جدا جدا طب هيجي الاول عنصر فيهم بيستا اللي هي الاكياس اللي بتتاخد قبل كل وجبة بنص ساعة عشان تملى بطننا فيها عنصرين مهمين جدا جدا يا كريم فيتامين سي وكروميوم بتركيز عالي طب دورهم ايه؟ فيتامين سي بيعمل بمنطقة البساطة على خلخلة الدهون اللي موجودة جوها الخلايا العنيدة شوية في جسمنا اللي زي ما انت بتقول بقى في منطقة الكرش او الارداف او كل شخص على حسب مكانها فين بتخلخلها واتطلعها برا الخلايا وتستخدمها كمصدر طاقة لجسمك مكان السكريات والنشويات فالحاجة اللي بتقابل الناس كتير جدا بيقولوها للفريق على الارقام انا غريبة جدا مستهرة بيستا ده هو فيه مشروب طاقة ولا ايه انا رغم ان انا عامل دايت يعني او مش دايت بقى كميات اكلي قلت قوي قوي عن العادي ومع ذلك النشاط زي ما هو عكس الدايت الدايت انا عامل دايت فمش قادر طب ده نتيجة ايه ان انا صحيح قللت النشويات واكلي وصحيح الكروميوم اللي انا يستقيل عليك مكون بيقلل امتصاص النشويات من الواقب اللي احنا قلناها في اول الحلقة فقلت لي هيأثر على الامتصاص عملنا ايه بقى انا بدلت مصدر الطاقة في جسمك من السكر والنشويات لدهونك المخزونة فبقى ايه جسمك بيحرق الدهون اللي موجودة بقى محرق الدهون زي ما بقوله على السيام المتقطع عشان كده بقوله اي حد بيسمعني اللي وقت انا دايما بقولك يا جماعة السيام المتقطع اللي هو شبه رمضان ده امثل حل لتصبيت الجسم وللحياة الصحية الناس اللي بتعاني طبعا ودي حاجة مش سهلة من سيام 16 ساعة عشان ده رقم عدد ساعات طويل قوي طبعا يا جماعة بيستا بيديك ميكانيزم او تكنيك السيام المتقطع بدون ما تصوم 16 ساعة ازاي بالمكونات اللي موجودة فيه بالالياف العالية اللي خلت لما انت كلت مستوى السكر ما طلعش فجأة في دمك عشان انت عندك الياف عالية جدا في جسمك دلوقتي ما طلعش فالانسولين ما طلعش فتغزين الدهون اللي مترتب على الاكلة ما حصلش طب الفئات العمرية بقى لان احنا كلامنا في المطلق ايه اتداء من سن كام وهل في حد اقصى للعمر عشان اقدر تعمل لا هو مش قبل سن 13 سنة وما عندناش حد اقصى للعمر كل كبار السن بالعكس ده هو امن جدا جدا وانا بقول لأي حد بتفرج علينا دلوقتي يا جماعة منتج بيستا امن لأي حد عنده اي مشكلة مزمنة مش بس امن يعني لا يتعارض مع اي ادوية او علاجات تاني لا ما بيتعارضش لسبب بسيط جدا هو عبارة عن الياف طبيعية 100% مفيش اي منتج دوائي هو مكمل غزائي مفيش مكمل غزائي وطالما طبعا مرخص من وزارة الصحة عشان ما نقولش يا دكتور بتقولي مكمل غزائي انا اخدت مش عارفة ايه منين لا انا متكلم عن مكمل غزائي مرخص من وزارة الصحة فمفهوش اي حاجة دوائية تتعارض مع اي حاجة انا باخدها بس كده منتهى البساطة علشان ما حدش يكون الان بلس احنا شركة بايو ناترلز مقدم لنا متابعة اسبوعية مع فريق طبي متكامل فهم قراتي كمان مسهلين عليك القلق ان انت كشخص عندك مشكلة صحية ارفع صماعة التليفون على ارقام لزهر على الشاشة او نخش على صفحة بايو بيستا تواصل مع فريق طبي على اعلى مستوى قل له حالتك قل له امراضك قل له بتاخد ادوية ايه بعت لهم تحليلك فهتقدر تمشي على الكورس وانت متطمن ومستريح فيه فريق طبي في ظهرك بيتابع معاك كل حاجة فكرة ان فيه شخص متخصص هو اللي حيرد عليك على التليفون فكرة هاي لان طبعا جدا ومجانية يا كريم خلي بالك يعني احنا بنكلم برضو ان فيه ديعب ان انت تنزل من بيتك في الزحمة وتروح تدفع كشف دكتور الشركة مقدم لك كل ده مع الكورس المكوم من عناصر كتير جدا زي الفرق انا بشكرك على وجودك النهاردة انا وقتينك العادة ومسي جدا جدا وجودك معنا ومشكر كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن متابعاتكم لنا في حلقتنا النهاردة وان شاء الله يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير الى اللقاء